موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما نتحدث الإحصائيات عن أن 60% من سكان السلطنة يحملون جيناً من جينات أمراض الدم الوراثية تتراوح في الشدة ونوعية الأعراض والتبعات المرضية من الأقل تأثيراً إلى الأكثر تأثيراً وأنه تم تسجيل أكثر من 300 طفرة وراثية منها 150 طفرة لجينات ومواقع أمينية جديدة وأن احتمالية ولادة طفل واحد مصاب باضطراب خلقي أو بأي من الأمراض الوراثية تتراوح في السلطنة بين 5.4 إلى 7% من بين جميع المواليد الجدد متجاوزة بذلك النسبة العالمية وعندما تشير الإحصائيات إلى أن 37% من وفيات الأطفال حديثي الولادة والخدج هو بسبب الاضطرابات الخلقية الوراثية الشديدة وغيرها من الأرقام المرعبة هنا لا بد أن نقول بصريح العبارة إن المجتمع في خطر وهنا لا بد أن نطالب بتحرك أكبر وعلى مختلف المستويات للوقوف على الأسباب والحلول المثلى لخفض هذه المؤشرات في برنامج تحت الضوء لا نناقش فقط أبعاد هذه الإحصائيات وذلالات أرقامها ولكن نناقش أيضا جزئية بالغة الأهمية وهي أن الكثير من الأمراض الوراثية لا يوجد لها علاج أو يصعب علاجها وأنها ذات تكلفة عالية وقد يترتب عليها تناول الدواء طوال الحياة أو نقل الدم بصفة منتظمة أو زراعة أعضاء إضافة إلى ارتفاع التبعات المالية التي تقع على كاهل الدولة في توفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة للمرضى نفتح الحديث حول هذا الملف وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا في هذه الحلقة الدكتور مسلم بن سعيد العريمي رئيس الاستشارات الوراثية والتعليم الوراثي بالمركز الوطني للصحة الوراثية وسيكون لدينا مداخلة هاتفية في قادم الوقت مع البروفيسور سلام بن سالم الكندي أستاذ أمراض الدم بكلية الطب والعروم الصحية بجامعة السلطان قابوس ورئيس الجمعية العمانية لأمراض الدم الوراثية قبل البدء في الحوار نتابع هذا التقرير الذي عده لنا زميل محمد بن عمير لهنائي فنرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا تشكل أمراض الدم الوراثية نسبة كبيرة في السلطنة نظرا لتأثير العادات الاجتماعية على المجتمع كزواج الأقارب الذي يعتبر أحد الأسباب المؤدية إلى الإصابة بالأمراض الوراثية وتشير أحدث الإحصائيات إلى وجود أكثر من 300 نوع من الأمراض الوراثية في السلطنة تصدرتها أمراض الدم الوراثية والخلل الكروموزومي وأمراض الخلل الجيني الواحد مفهوم الصحة الوراثية أشمل بكثير في هذا المجال حيث يعنى بالجانب التشخيصي والجانب الوقائي والجانب التعليمي كذلك معضلة الأمراض الوراثية في السلطنة تحتاج إلى هذه الخطوة للتعامل معها بشكل متكامل احتمالية ولادة طفل مصاب بأحد التشوهات الخلقية في السلطنة تصل إلى 7% بينما هي على المستوى الدولي 5.5% وبالتالي يجب أن يكون هناك مركز متخصص في التعامل مع هذه الظاهرة الهدف من التشخيص المرض الوراثي أساسا هو توفير الجانب الوقائي المنظومة الصحية في السلطنة وصلت إلى مرحلة متقدمة في تقديم الخدمات الصحية العلاجية والتشخيصية والوقائية والتثقيفية ويعد المركز الوطني للصحة الوراثية واحدا من أهم المراكز المتخصصة في مجال علوم الوراثة المركز يعتبر نقطة تجمع لكل الفحوصات المخبرية والعينات الوراثية التي تريد من جميع مستشفيات السلطنة حيث يتم عمل الإجراءات المخبرية في المركز المزود بأحدث التقنيات المتطورة في مجال الفحصي والتحليل المركز الوطني للصحة الوراثية ينقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية قسم المختبرات ثم قسم العيادات التخصصية ثم القسم التعليم والإرشاد الوراثي أهم الأنشطة التي يقوم بها المركز الوطني للصحة الوراثية هو ما يعرف بالوراثة المجتمعية وهو القيام بعملية التواصل المجتمعي من أجل رفع مستوى الوعي العام حول الأمراض الوراثية من ناحية صفات هذه الأمراض من ناحية ما هي تنتقالها من ناحية ما يمكن أن يقدم الخدمة الصحة الوراثية من أجل حد من تنامي الإصابة في المجتمع ويعمل المركز الوطني للصحة الوراثية إلى جانب تقديم الخدمات الصحية في المجال الوراثي يعمل على الإرشاد الوراثي من خلال تقريم الندوات والمحاضرات وحلقات العمل في مختلف مستشفيات السلطنة من أجل التثقيف ونشر الوعي بالأمراض الوراثية واتباع الأساليب العلمية الحديثة للحد من انتشار الأمراض الوراثية في المجتمع تقيم المنظومة الصحية لأي دولة بوجود مركز تخصصي تشخيصي وعلاجي ووقائي وتثقيفي أيضا في مجال الصحة الوراثية ومن مركز الوطني للصحة الوراثية بالسلطنة إلا نتاغ لتطور الملحوظ في المنظومة الصحية بالسلطنة لبرنامج تحت الضوء محمد بن عمير الهنائي مرحبا بكم مشاهدين مجددا وأرحب بضيفي دكتور سلام المسلم مجددا في هذه الحلقة دكتور مسلم بالنظر للمؤشرات والأرقام التي تتحدث عن ارتفاع نسب أمراض الدم الوراثية هل نحن فعلا أمام مشكلة حقيقية وتحتاج إلى تدخل بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة أشكر لكم هذه الفرصة الطيبة للظهور والتحدث حول هذه المشكلة حقيقة التي تم التطرق لها من قبل وزارة الصحة وكذلك المهتمين بالأمر نعم هي مشكلة وهي حقيقة يعني من محيث الواقع الأحصائي كانت تشكل هاجس كبير وما زالت حقيقة وبالتالي التعامل معها يجب أن يتم ضمن الأطر الممنهجة التي وضعتها وزارة الصحة وصارت عليها إلى حد الحين طبعا ذكرتم يعني سريعا كده استعرض هذه النسبة هناك احتمالية ولد الثلاثة وأربعة من عشر إلى خمسة وسبعة من عشر من كل ألف مولود حيف السلطنية ولد طفل مصاب بأحد أمراض الدم الوراثية ثلاثة عشرة في المئة من العمانين يحملون الجين لانيميا المنجلية وثلاثة إلى أربعة في المئة يحملون الجين للثلاسيميا النوع البيتا هناك خمسة واربعين في المئة من العمانين يحملون الجين لألف ثلاسيميا وحقيقة الألف ثلاثيمية لا تشكل هاجس مرضي في ذاتها 28% من الذكور يحملون جين مرض نقص الخميرة و12% من الإناث كذلك وبالتالي بناء على هذه الإحصائيات تم وضع الأطر للتعامل المنهجي معها من قبل وزارة الصحة من قبل قسم امراض الدم بالجامعة وجمعية امراض الدم الوراثية التي تغوم بجهد حقيقة يشكروا عليه في هذا المجال العمل الوحيد من أجل التعامل مع هذه المعضلة هو القيام بالفحص قبل الزواج حقيقة لأن هذه الأمراض من الأمراض التي نطلق عليها المتنحية بالذات الانيمة من قليل وثلاثيمية بمعنى أن يحمل الشخص الصفة المرضية ولا تظهر عليه الأعراض وبالتالي يعني إذا تزاوك هذا الشخص مع شخص آخر يحمل نفس الصفة المرضية ولا تظهر عليهم الأعراض فهناك نسبة 25% أي واحد من كل أربعاني والطفل مصاب عمليات التعامل العلاقي مع هذه الأمراض صعب مثل ما تفضلت وذكرتها قبل في المقدمة وبالتالي يعني أسهل السبل وأنجعها حقيقة هو التعامل الوقائي الذي يتمثل في الفحص قبل الزواج طيب دكتور قبل أن تقل للمحور الآخر ذكرت مجموعة من الأمراض ونسب فعلا مخيفة هل فعلا هي أمراض وراثية يعني تأكد لديكم أن معظم المصابين أو هذه النسبة التي أشارت إليها تتعلق بأمراض وراثية أم أنها ربما ثقافة تغذية ومشابة؟ لا نحن هناك فقرة دم الطبيعي المعروف الذي يرتوط التغذية هذا شيء آخر نحن نتحدث عن أمراض الدم الوراثية التي تؤدي إلى التغيير ببساطة لو عرفناها هو تغيير في التركيب الكمي أو النوعي في سلاسل المنتجة لهموغلوبين وبالتالي يعني يتم دارك عن طريق حدوث طفرات جينية يعني مثلاً الليمة المنجلية الطفرة الجينية تحدث في مقطع من مقاطع الحمض الأمين المكون للبروتين وبالتالي إذا حصلت هذه الطفرة لا ينتج البروتين المطلوب لتعامل خلايا الحمراء وبالتالي تتحول إلى أشكال المنجلية أو كما نطلق عليها الهلالية وكذلك تزداد لزوجتها مما يؤدي إلى عدم حركتها في الشعيرات الصغيرة يعني أماكن تغذية الدم وبالتالي تحدث نوبات الألم الشديدة ومن ثم يحدث تكسر حاتف الهوموغلوبين ويحدث هنا في غر الدم إذن المنظومة كلها بدأت بطفرة وراثية حصلت في السلسلة الأمينية للجين وبالتالي هي أمراض وراثية نفس المبدأ يعني يتسغ مع الثلاثيمة اللي هو يعني الخلل الكمي بمعنى قلة في سلاسل البيتا فيطلق عليها بيتا ثلاثيمة وقلة في سلاسل الألفة فيطلق عليها ألفة ثلاثيمة المسبب هو أنواع كثيرة قائمة الثلاثيمة حقيقة في الطفرات يعني قائمة طويلة كذلك نقص الخميرة نقص الخميرة حقيقة في عمان يكاد يكون مرض ولكن في الذكورة حيانا تكون شدة العراض قد تؤدي إلى تكسر حاتف الدم مما يستدعي إلى نقل الدم في بعض الحالات فمجملها أمراض دم وراثية نعم طيب يعني ربما لا يدرك الكثير من الناس خطورة المرض الوراثي كيف تتعاملون مع هذه الثقافة عدم إدراك الناس لهذه الخطورة أو خطورة الأمراض الوراثية وأيضا أكثر الأمراض شيوعا بين التي ذكرتها صحيح أكثر من غيرها صحيح وهذه حقيقة واقعية وبالتالي يأتي دورنا هنا في مجال التوعية والتعريف والتثقيف حقيقة التواصل المجتمعي يجيزه مهم جدا في عملية مثل ما اتفقنا أن الوقاية هي السبيل الوحيد للتعامل مع هذه المشكلة للحد من معدلات انتشار الأمراض وبالتالي يعني يقع على عاتقنا جميعا حقيقة هو توصيل المعلومة والتوسع في عملية التوعية من أجل إيصال هذه المعلومة للمتلقي من أفراد المجتمع حقيقة من خلال البرامج التي وضعناها في المركز الوطني الصح الوراثية وسابقا كان البرنامج الوطني للحد من أمراض الدم الوراثية هو التواصل المجتمعي عن طريق الورش العمل عن طريق الأيام المفتوحة في الأماكن العامة أحيانا نقوم بزيارات لمراكز صحية ونتحدث مع المنتظرين أو في قاعات الانتظار نحاول قدر الإمكان أن نوصل هذه المعلومة ونستخدم طبعا وسائل شرحية معتادة يعني هذه اللوحات الإعلانية عن هذا المرض والشرح كيف هناك تقبل يعني جميل ومشجع حقيقة من قبل المتلقي تجاوب جدا أنا يعني أشيد أشيد وأنا سعيد جدا بما ألقاه من أسألة عديدة من قبل أفراد المجتمع اللي نلتقي فيهم يعني تحس الفرد العماني يعني حقيقة يحب يعرف المعلومة يحب يعرف كيف ولماذا وطبعا المعرفة هذه هي اللي رح تؤكد استمرارية النجاح في التعامل مع البرامج الوقائية وبالتالي العملية التوعية والتدقيف مستمرة تأخذ طبعا أطور حديثة في هذا الشيء نحن نستخدم وسائل التواصل يعني مثلا الفيديوهات الشرحية أو الوسائل المرئية والوسائل المقروعة كذا لكن نحاول قدر الإمكان أنها تكون بسيطة وتلامس الهدف المطلوب جميل ما المقصود بتسجيل 300 طفرة وراثية دكتور يعني منها 150 طفرة لجينات ومواقع أمينية جديدة نعم الطفرة الوراثية خير نعرفها نحن نعرف أن الجين هو اللي ينتقى البروتين اللي يقوم بالوظيفة أي وظيفة حيوية في قسم الإنسان وبالتالي كل وظيفة مرتبطة ببروتين منتج يتحمل مسؤولية الجين أو الشفرة متى ما دعت الحاجة للخلية يتمتم به الجين بطرق أو بأخرى ينتقى البروتين تؤدى الوظيفة الجين عبارة عن سلاسل أمينية يعني من قواعد الأمينية أحيانا يحصل مثلا حدف في بعض هذه القواعد أو إضافة أو مثلا يعني أي خلل يؤدي إلى عدم إنتاج البروتين نتيجة ماذا؟ طبعا هذه تكون مورثة طبعا في بعض الطفرات تكون مكتسبة بس في غالب الطفرات تكون مورثة وبالتالي نريد نعرف واقعنا هنا في عمان الطفرات الوراثية إيش نوعيتها لأننا تهمنا كثير نحن مجتمعنا مترابط ومتسق نفس المنطقة نفس القبيلة نفس وبالتالي إذا قدرنا نحدد طفرة وراثية في مكان معين لما تظهر الأعراض مع أشخاص ثاني من نفس هذه الفئة أو هذه القبيلة يكون سهل علينا البحث عن موقع هذه الطفرة فقام المركز بعمل نشرة علمية حيث تم من قبل الأطراف العاملين فيه والنشر العلمية حاصرت جميع الطفرات الوراثية التي سُقّلت ونُشرت في السلطنة التضحي أن هذه جميع الطفرات وقدت في 150 جين نحن عندنا في الإنسان 20 إلى 25 ألف جين المميز هنا في السلطنة أن 150 منها هذه الطفرات جديدة من العشرين ألف من 300 مرض وراثي سببتها في 150 جين وهذه الطفرات الوراثية أكثر من نصفها حقيقة أنها جديدة تفيدنا بإيش أن نعرف جديدة حقيقة نحن في النشرات العلمية عندما نتابع وهذا شيء مهم نقل أن الطفرات الوراثية موجودة في الموقع سبعة مثلا في الموقع عشرة في الجين هذا في عمان هنا ما كنا نعرف إيش وبالتالي لما عملنا هذه قاعدة البيانات عرفنا هذه المواقع واستخلصنا أن هناك مواقع جديدة وبالتالي التعامل مع الأمراض الجينية في عمان يعني عالم ثاني جميل بإذن الله دكتور مسلم يعني مسببات أمراض الاضطرابات الخلقية نتحدث عنها وأمراض الدم الوراثية يعني استعرضت في المقدمة نسبة جدا مهم نحن عندنا يعني احتمالية ولاد الطفل مصاب بأحد العيوب الخلقية من أسغرها إلى أكبر هي تراوح بين خمسة واربعة من عشر إلى سبعة في المئة بينما عالميا هي أربعة إلى خمسة في المئة عندنا يعني حصر لو اعتبرنا مثلا أنواع الأمراض الدوراثية التي هي أمراض الخلل الكروموسومي سواء خلل زيادة أو خلل في التركيب نحن عندنا 23 زوج من الكروموسومات إذا زاد ينتج مراض دوراثي وإذا أقل ينتج مراض دوراثي تشكل أمراض الخلل الكروموسومي ما نسبته ثمانة وعشرين إلى ثلاثة من عشرة في المئة عفوا هذه الأمراض عندنا أمراض الخلل الجيني الواحد مثل أمراض الدم الوراثية أن يكون هناك خلل في الجين أدى إلى عدم موجود البروتين وبالتالي ظهرت الظاهرة المرضية هذه تشكل 51% يعني 51% من مجمل الأمراض الوراثية في السلطنة هي من نوع الوراث المتنحية بمعنى التي لا تظهر عليهم العراض وبالتالي من السهل جدا إن شاء الله يعني الكشف على هذه الجينات متى ما دعت الحاجة لتحديد الشخص الحامل للصفة الوراثية وتقديم الإرشاد الوراثي لأن الوسيل الوحيد للحد من تنامي المعدلات كيف لا تظهر عليه العراض ومن السهل الوصول إليه نعم هذا سهل جيد وحقيقة نحن عادة فيه حالة دائما في كل أسر يسمونها حالة البروباند أو الحالة التي تكتشف لسبب ما أو لآخر يكون معهم العراض وبالتالي عن طريق اكتشاف هذه الحالة نعرف ما هي التناقل أو التوارث المرضي ونعرف ما إذا كان متنحية أو سايدة هنا نكون نتعامل مع هذه العائلة لكن أمراض الدم الوراثية اللي هي من أمراض الخلال الجين الواحد التي لا تظهر عليهم العراض يعني أعلنت كفحص قبل الزواج يعني نعملها لكل يعني سواء اللي عنده عراض أو ما عنده ولماذا أمراض الدم الوراثية إلا أنه حقيقة الأكثر شيوعا في عمان وبالتالي استهدفت في هذه المرحلة جميل دكتور المركز الوطني للصحة الوراثية هل فعلا الناس على معرفة بهذا المركز هل يدركون وجود هذا المركز حتى في السلطنة هل هناك تردد على هذا المركز أم أن الموضوع محصور في المصابين صحيح المركز الوطني للصحة الوراثية يعني يقع ضمن منظومة رعاية المستشفى السلطاني المستشفى السلطاني عنده فيه مراكز متخصص عندنا مركز متخصص لأمراض السلطانية لأمراض القلب لأمراض السكري وكذلك أمراض الصحة الوراثية يعني الحالات المرضية التي تحول للعيادات التخصصية عندنا تتبع نفس النظام وهو حالات محولة من المناطق حقيقة يعني من ضمن عمال المركز هي عمال التعليم والتدريب والتوعية وبالتالي تعاملنا مع أفراد المجتمع في جميع مناطق السلطانة كذلك مع الكادر الطبي طبعا في البداية طبعا كان يجب أن نبدل جهد كبير وبدلنا جهد كبير حقا في التعريف بهذا المركز يعني لم تصل الرسالة للجميع ونطمح طبعا أن الكل يعلم بمكونات هذا المركز والخدمات التي يقدمها ولكن نسعى أن نوصل هذه الرسالة لأكبر عدد ممكن لماذا لم تصل الرسالة للآن دكتور؟ في اعتقادي ربما محتاجين إلى عمليات تواصل مجتمعي أكثر ربما بحاجة إلى تكثيف عملية الورش العملية للطباء أو الكادر التمريض ونحن ماشي في هذا المجال وقبل ذلك بالتأكيد دكتور خطورة يعني وعي الناس بخطورة هذه الأمراض بلا شك وهذا أهم شيء أهم مراحل العلاجة أو التعامل العلاجي هو يجب أن يكون المتلقي عارف بالمنظومة كاملة ويعي الرسالة وتكون واضحة أمامها وهذا واقب علينا إحنا قايمين فيه إن شاء الله لكن دكتور يعني ربما بعض الحالات لا تظهر وانت ربما شرت في معرض حديثك صحي هناك من لا يحس بظهور أي حالة وبالتالي يعني كيف يمكن أن يكون على علم بهذه الأمراض الوراثية وربما وصل إلى سن معينة وظهرت عليه في سن متأخر هل هذه الحالة موجودة لديكم نعم نعم هناك بعض الأمراض الوراثية التي لا تظهر على الأعراض إلا في سن متأخرة نحن نتعامل مع مرض اسم مرض الهانتينغتون وحرية هذا المرض تبدأ تظهر على الأعراض في السن يعني تتراوح متوسطها في السن الثلاثين الحال أو الطريقة الوحيدة أن يتم يعني في العائلة اكتشاف حالة مصابة يعني حالة مصابة وبالتالي بعد التشخيص نعم وإن لم توجد هذه الحالة حقيقة لا يوجد داعي على سبيل المثال مثلا أنا أسأل سؤال افتراضي فضل لا يعني إن لم توجد هذه الحالة حقيقة إذن لا داعي للتدخل في هذه الحالة إذا ما يوجد أي مشكلة مرضية أو أي داعي لهذا الشيء لكن هي لا تتم كذلك حقيقة يعني هناك أكيد حالة أو حالتين راح تظهر في مجتمع أو في أسرة معينة أكيد راح تظهر وهذا يعني هذا هذه عادة لأمراض وراثية في كل مكان مثلما هو مهم معرفة مساببات أمراض الدم دكتور يعني الوراثية من المهم كذلك معرفة الأعراض ما هي أعراض هذه الأمراض خاصة إذا ما عرفنا أنها تتراوح بين الخفيفة والشديدة والمتوسطة صحيح يولد الطفل بهموغلوبين نحن نسميه هموغلوبين الجنيني يعني وهو جنين وهذا الهموغلوبين حقيقة يظل مستمر عمله إلى ست شهور من العمر بالتالي من الصعب أن نحن يعني أو يعني لو ولد الطفل مصاب مثلا باللانيمة المنجلية أو حتى بالثلاثيمة البيتا يعني ما راح تظهر عليه الأعراض بشكل مباشر في الفترة هذه من العمر بعد ست شهور يبدأ هناك مثلا لانيمة منجلية تكون معاهم يحصل معاهم شحوب أو نزول في مستوى الهموغلوبين قد تحصل معاهم نوبة الألم نتيجة تكسر الهموغلوبين والزايدة لزوقة الدم وبالتالي لا يمر في أطراف القسم يعني نوع من الكرايسيس أو الأزمات وبالتالي يروح للمؤسس الصحية ويتم الكشف واكتشاف المرض نتيجة الأعراض دكتور إذا لم يعني إذا اكتشفت الحالة لدى الطفل عند الولادة كيف يتم متابعة هذه الأمراض هل بالفعل أثناء المتابعة يمكن السيطرة على هذه الأمراض الوراثية من أن الطفل إذا أصيب يعني يأخذ العلاج إلى فترة طويلة السيطرة تتمثل في توفير منظومة متكاملة من العلاج للتخفيف العراض أولا لرفع جودة الحياة للطفل المصاب ثانيا ومن ثم التجهيزة في حالة المستقبل لما يكون في عملية زراعة النخاع أو الخلايا الجذعية طبعا كأحد التقنيات المعقدة التي قد تساعد في المستقبل وبالتالي مبكرا لابتداء مبكرا بالتعامل مع هذه الأمراض طبعا فيه بروتوكول علاجي وضعته وزارة الصحة للتعامل مع مرض المنجلية ومرض ثلاثيمية وموجود وموزع في جميع المستشفات ومراكز تخفيف عدد مرات الأزمات هذه أحد المشاريع المهمة بالنسبة لمرض المنجلية لكن مرض ثلاثيمية نقل الدم المتكرر هذا الشهرين لا بد منه من أقل تقليل التعقيدات المصاحبة التي دائما تصاحب مرض ثلاثيمية المنظومة هذه لا بد منها أكيد طبعا عدد تكرار التنويم في المستشفى الابتعاد عن مستوى الدراسي تأثير على البنية القسمانية هذا أشياء متوقعة لا يمكن تقنبها جميل دكتور دعنا نأخذ بعض المشاركين في هذه الحلقة حتى ربما هناك أكيد بتأكيد استفسارات وتثرة أيضا الحلقة بهذه المشاركات معنا سليمان مرحبا سليمان مرحبا يا أخي كيف حالك هياك الله أخي تفضل الله يسلمك كيف ساعتكم خير الحمد لله تم سلم كيف حالك الله يسلمك أهلا وسهلا بارك الله في سلام دكتور حقيقة تخصصك جدا جميل ومهم في عملية الأمراض الولاطية للبلد أشكرك على هذا التخصص وهنيك فيه ولكن ما أعرف هو بالنسبة للمركز الأمراض الولاطية هل يقول لكم عن التسويق في بعض الولايات ومناطق يعني خاصة المناطق البعيدة عن مسقط هذا النقطة النقطة الثانية هل يدخل موضوع الأمراض الولاطية لأمراض القلب طيب فيه سؤال آخر والشيء والشؤال الآخر هو موضوع هل الدكتور في عملية توقف عملية الفحص الطبي قبل الزواج وخاصة يعني كما هو معلوم عملية الفحص الطبي قبل الزواج شيء مهم يعني هي نوع من الوقاية خير من العلاقة واضح شكرا لك سليمان حياكم الله شكرا جزيلا موضوع السكري غير وارد في هذه الحلقة قل موضوع هذا موضوع خاص عام عفوا عام موضوع الأمراض الولاثية المشهورة شكرا لك سليم يا أهلا وسهلا بارك الله فيك دكتور سليمان تساءل عن تسويق ربما طرحنا هذا السؤال يعني المركز يعني المركز الوطني للصحة الوراثية أهم يعني وجوده خارج مسقط انتشاره معرفة الناس بوجود هذا المركز هل فعلا هناك تسويق خارج محافظة مسقط لهذا المركز طبعا هو مركز خدمي ويتبع منظومة وزارة الصحة عن طريق تبعها للمستشفى السلطاني وبالتالي خدماته تشمل الجميع مثل ما قلت لك أخي الكريم هو في حالات المرضية تحول على عيادات تخصصية إذا حبينا نتكلم عن عيادات تخصصية في عندنا عيادة التشوهات الخلقية في عندنا عيادة متنازمة داون عندنا عيادة نرشاد الوراثي عيادة مرض الهانتينجتون وحاليا إن شاء الله نسعى بإذن الله للتوسع في هذه الخدمات بما يشمل التفضل فيه لقص اليمان وهو أمراض القلب ذات المسببات الوراثية هو كان يتكلم دكتور يعني معرفة الناس بهذا المركز صحيح كيف يعرفون بوجود هذا المركز لا يقصد يعني فتح فروع وإنما زيادة التوعية بوجود هذا المركز نعم أو ما زلت أقول أننا محتاجين نسعى أكثر في الطرح الإعلامي لهذه المركز وخدماته وطبعا التلفزيون السلطنة عمان أحد المساهمين في هذا الشيء وإن شاء الله نأمل على التوسع في هذا المجال أكثر نعتقد أن العملية يعني تحتاج إلى تكثيف أكثر ربما تحتاج إلى أيام مفتوحة نسويها بس نطلع خارج مسقط ربما تكون في الخط القادم إن شاء الله هو سؤال سؤال هل هناك علاقة بين الأمراض الوراثية وأمراض القلب دكتور؟ بلا شك بلا شك يعني شوف أخي الكريم الحين اللي حصل حصلت ثورة كبيرة في عالم الطب اسمها اكتشاف الجنوم البشري اكتشاف الجنوم البشري وقراءته غير مفاهيم كنا سابقا نعتقد أنها مسلم بها مفاهيم كثيرة في مجال الطب أصبح الحين بعض الأمراض يعني السرطانية تقريبا عشرة في المئة من الأمراض السرطانية لها مسبب وراثي بعض أمراض القلب لها مسبب وراثي حقا مثل أمراض الموت المفاجئ أو السكت القلبية المفاجئ وغيرها كثير التضخم القلبي وغيرها طبعا لها يعني مجموعة جينات مسببة احنا دورنا حين الكشف على هذه العوائل لما قينا مثلا حالة محولة من قبل الزملاء في مجال أمراض القلب مثلا ويتنطبق عليها أن قد يكون لها مسابة وراثي نبدأ في البحث عن الجين المصاب بالوسائل اللي عندنا وحاليا انتقلنا للمرحلة إن شاء الله أكثر شمولا من هنا نتواصل مع العائلة يعني بعض أفراد العائلة قد يكون عندهم الطفل وراثي لأمراض ما يسمى يعني اضطراب في نبضات القلب ما يؤدي للموت المفاجئ فنتواصل مع هذه العائلة نقوم بالفحص الجميع ومن ثم من يحمل العطب في هذا القين يقدم لها النصايا حقاية حاشا حدوث هذه الأزمة وبالتالي التدخل الوقائي جميل هذه مفهوم التدخل الوقائي تحدث طبعا عن أهمية الفحص الطبي ولكن سنأتي على هذا المحور دكتور لماذا إلى اليوم لا يمكن الكشف عن الكثير من الأمراض الوراثية وبالتالي يعني يسبب صعوبة تحديد أسباب هذه الأمراض هل الأمر يتعلق بعدم توفر الإمكانيات أو بقصور الفحص والتحليل لا حقيقة هذه مشكلة عالمية التعامل التشخيصي وتحديد الطفرات المسببة هذا تحدي كبير في جميع المستويات على المراكز المتخصصة في العالم نحن عندنا مثلا بداية بالفحص الكورموسومي العددي ثم الفحص الكورموسومي التشريحي ثم الفحص الكورموسومي الشامل ثم ننتقل إلى الفحص الديني أو الجيني ثم ننتقل إلى الفحص الدقيق داخل الجين ثم القيل الثالث وحين بيقى القيل الرابع أو هكذا التشخيص الوراثي حقيقة في النهاية سيصل بس المشوار جدا طويل وصعب وطبعا هذه مشكلة عالمية جميل الكثير من الأمراض الوراثية لا يوجد لها علاج أو يصعب علاجها وطبعا هي ذات تكلفة عالية ما الذي يجب عمله للحد من تنامي معدلات الأمراض الوراثية وهي عملية تكاملية بين المؤسسة الصحية أو النظام الصحي أفراد المجتمع يكون فيه تعاون من أجل تفعيل مفهوم اللقاية طبعا حالة الإصابة نحن نتعامل مع الطفل المصاب أو الشخص المصاب في هذه الأسرة عن طريق توفير منظومة علاجية متكاملة الهدف منها تخفيف حدة العراض يعني الطفل المصاب مثلا يتأخر في مجال أي نوع من أنواع اللعاقات حركية سمعية بصرية بالتالي إذا تركنا الطفل هذا ستسوق حالته بلا شك لكن توفير منظومة متكاملة من العلاق الطبيعي والتعليم المبكر والتعاون بين الأسرة والمؤسسة الصحية بحيث نرفع جودة لحياة لهذا الطفل ونخليه عضو منتج منتج عفوا في المجتمع وليس عاله السبيل الوحيد هو الوقاية السبيل الوحيد هو تحديد الإصابة التعامل معها عن طريق ما يسمى بعملية الإرشاد الوراثي مع الطفل المصاب معه وأسرته مع المجتمع من أجل الحد من هذا الشيء يعني لا يوجد طبعا في المستقبل في هناك طبعا تجارب العلاق الجيني في مجالات معينة في العالم بعضها أدى إلى نتائج يعني مرضية لكن هذا مشوار طويل إذن التعامل الحالي فقط يكون مع الجانب الوقائي طيب دكتور إلى أي مدى يمكن أن يصاب صاحب المرض الوراثية أو الأمراض الوراثية بأمراض أخرى كأمراض العصر والسكر والضغط وغيرها هل فعلا يمكن أن يتطاعف نعم بعض المتلازمات الوراثية بعض المتلازمات الوراثية من ضمن مكوناتها خلل في أجهزة أخرى يعني المتلازمة هي كتعريف هو مجموعة من الأعراض تتلازم من أجل أن تظهر مرض معين يتم توريث نتيجة خلل في المنظمة الوراثية نعم بعض الأمراض الرثي قد يكون فيه هذا الشيء جميل نتوقف معك حول التعريف بمفهوم الصحة الوراثية والدور أيضا الذي يقوم به المركز الوطني للصحة الوراثية فيما يتعلق بتعزيز هذا المجال دكتور نعم حقيقة وزارة الصحة العمانية وعلى رأسها معاني الوزير الدكتور أحمد السعيدي أعطوا اهتمام شامل ومركز لهذا المركز تعريفه وتقديمه وإضافة للمنظومة الصحية في عمان كمركز خدمي يقوم بعمليات التشخيص وعمليات تفعيل الوقاية وكذلك التوعية ومفهوم الوراثة المجتمعية نحن في عمان حقا ننفرد في مسمى الصحة الوراثية دائما مراكز الأبحاث أو حتى مراكز الخدمية في دول أخرى تسمى مركز كذا للأمراض الوراثية مركز كذا للبحث الوراثية لكن مفهوم الصحة الوراثية يتسغ مع ما تميئزت به وزارة الصحة في مجال الرعاية الصحية الأولية نحن حققنا مراكز متقدمة في وزارة الصحة في مجال الصحة رعاية صحية أولية وبالتالي نفس المبدأ طبق في تفعيل وإنشاء ومسمى الصحة الوراثية الصحة الوراثية لا تتعامل مع تشخيص المرض فقط بل تتعامل مع التوعية حول هذا المرض وسبل الوقاية المناسبة كذلك عملية التعليم المستمر للكادر الطبي المتعامل مع هذه الحالات والتوعية والتدقيف للمتلقي من أفراد المجتمع فهي مفهوم متكامل وشامل لتحقيق أفضل النتائج طيب دكتور ربما هناك تساؤل يعني المصاب بالأمراض الوراثية عفواً كيف يمكن أن يتعايش مع هذا المرض وبالتالي كيف يمكن أن تكون صحة هذا المصاب في المجتمع هل سيعاني أم أن مع الجرعات أو العلاج ربما تصير حالته أفضل صحيح هو حقيقة المصاب بمتلازمات وراثية ومراض وراثية بحاجة إلى بلا شك بحاجة إلى مساعدة المساعدة طبعاً تقوم من عدة قهات تقوم من المؤسسة الصحية تقوم من البيت تقوم من الأسرة تقوم كذلك من جمعيات العمل المدني تقوم كذلك من مؤسسات التنمية الاجتماعية أو وزارة التنمية الاجتماعية فهي منظمة متكاملة يجب علينا أن نتعاون جميعاً من أجل تخفيف حدة الإصابة وتخفيف حدة الإعاقة يعني في بعض النماذك في العالم بلغت أو قدمت نتائج وشاركت في البناء حقيقة هم مصابين بأحد الأمراض الراثية لماذا؟ لأن لما توفرت للحاجة هم دائماً يحبوا التحدي وهذا التحدي عشان ينقح ويؤدي إلى نتيجة إيقابية في مجتمعه يجب أن تكون جميع المنظومات هذه مساندة له فهم بحاجة إلى مساعدة بحاجة إلى مساعدة بداية بالتشقيص ثم وضع قدول متكامل يحتاجوا إلى علاج طبيعي ثم يحتاجوا إلى علاج وظيفي ثم يحتاجوا إلى تنمية معرفية أو التعليم المبكر حقيقة في جميع التقارب التي قريت واتخذت هذا المسلك في النهاية الطفل المصاب متلازم وراثي أصبح أضو منتق ولم يصبح عالى لكن إذا ترك نعم سيشكل مشكلة طيب هل يصاحب هذه الأمراض الوراثية ربما حالة نفسية تلازم هذا الشخص بسبب أثيرها صحيح وطبعا عملية الإرشاد الوراثي هي عملية أساسية بعد ظهور النتيقة نتيقة التشخيص أو حتى سواء تشخيص كلينيكي أو حتى تشخيص مخبري هناك ننظر للأب والأم حقا يعني ولاد الطفل مختلف عن غيره ولاد الطفل ربما في المستقبل يحتاج إلى إعانة دائمة يحتاج إلى رعاية خاصة قد تستلزم من الأب والأم يعني ينتبه للطفل هذا أكثر من أخوان الثانين وبالتالي التأثيرات النفسية على الأبوين تكون صعبة في البداية لكن نحاول قدر الإمكان يعني أو متفهم هذه السلسلة من الإنكار ثم الرفض ثم القبول ثم التعامل الإيجابي الانعكاس النفسي ملاحظ وموجود وأعتقد يعني من أهم عوامل النجاح ومن أهم عوامل إدماج الفرد المصاب في مجتمعه هو التغلب على هذه الحالة النفسية وهذا بالتأكد لن يتأتى إلا بتضافر الجهود بلا شك الأسرة والجهات الصحية والمجتمع أيضا بلا شك دكتور مسلم عندما تشكل الأمراض الوراثية والإطرابات الخلقية هذه النسبة المرتفعة هذا يقودنا لتساؤل حول أهمية إجراء الفحوصات قبل الزواج نعم والفحص قبل الزواج كممارسة هي أحد الوسائل بل أهمها في الحد أو الوقاية من الأمراض الزواج نحن نعرف الأمراض الوراثية لا يوجد لها علاج يعني يشيلها من جذورها في الوقت الحالي كممارسة إذن السبيل الوحيد هو التقنب حدوث هذا الشيء طيب الفحص قبل الزواج هو يعني الفحص الخاطب والمخطوبة المغدبين على الزواج عن أمراض معينة تنتقل من الآباء إلى الأبناء بالتزاوج طبعا بداية كانت أبرض الدم الوراثية في عمان يعني لأكثر شيوعا وبالتالي منطقيا سياسة وزارة الصحة التي هي تقييم الاحتياجات بناء على الأحصائيات ثم توفير الإمكانيات من الاستخدام الأمثل للحصول على أفضل نتائج فتطبيق هذه القاعدة التي تبشي عليها وزارة الصحة اختيرت الأمراض الدم الوراثية لأنها أكثر شيوعا فحصير الفحص قبل الزواج حقيقة في أمراض الدم الوراثية هي الحل الوحيد طبعا الفحص قبل الزواج يتم تحديد إذا كان الشخص حامل للطفل الوراثية أو لا أحيانا قد يكون التقرير المبدأي أو الأولي مبهم بالتالي يتم اللقوء معنا للمركز من أجل إقراء فحص الـ DNA إلى دق لأن أنت قاعد تعطي نصيحة يبنى عليها قرار وبالتالي نجب أن يكون الأمر واضح وجلي وقدر الإمكان يعني إلى نسبة كبيرة كبيرة جدا أن يكون صحيح أحيانا طبعا أمراض الخلل الجيني الواحد الذي خبرتك عنه قبل أو تكلمنا عنه قبل ذلك الذي يكون الشخص حامل للطفل الوراثية لكن لا تظهر على الإعراض طبعا غير أمراض الدم الوراثية حاليا الفحص قبل الزواج في عمان قايم على أمراض الدم الوراثية لكن في المركز أحيانا إذا تم تشخيص حالة معينة بمرض وراثي داخل الجيني الواحد وعندنا الإمكانيات طبعا على حسب إحتياجاتنا أو على حسب إمكانياتنا نقوم بفحص العائلة أو الأشخاص المقدمين على الزواج من هذا المرض لكن أعتقد فحص قبل الزواج بالنسبة لأمراض الدم الوراثية ما زال هي الخط الأكثر نجاعا وما زال هو العمل الأكثر فاعلية في الحد من تنامي معدلات الإصابة طيب دكتور في هذا الإطار لماذا لا يتم فرض نظام لتطبيق الفحص قبل الزواج كما هو معمول به في بعض الدم العربية كالمملكة الأردنية على سبيل المثال وهل يعني فعلا لو تطبق هذا من خلال متابعتكم للحالات ستجدون صدى لتطبيق هذا الفحص حقيقة أنا يعني هذا الموضوع طرح وأشبع نقاشا حقيقة هو ماذا هل يفرض الزامي للفحص قبل الزواج أم لا يعني لو نظرنا للتجارب الناس أو الدول اللي قاموا بهذا الشيء نرى ما لم يكن الفرد مقتنعا بأهمية الفحص فلن تستطيع أن تقبره على أن يلتزم بنتيجته أنا أرى أن يعني ما زلنا بحاجة إلى جرعات أكثر من التثقيف والتوعية أنت قد تقري الفحص لكن لا تلزم أنك تتبع يعني على حساب المثال في أحد دول مجاورة حقيقة بعد ما طبقوا النظام لفترة طويلة وعملوا زي الدراسة الاستقاعية للتقييم تقريبا 85% من الأجر وفحوصات قبل الزواج لم يلتزموا بنتيجها ولماذا؟ العملية بحاجة إلى قناعة أكثر أنا أقريت الفحص ليس إقباريا وإنما أقريت لأنني فاهم وواعي أن الموضوع يهمني وهم مصرحتي وأجيال الأولاد اللي بقي بهم جميل نتكلم عن التكلفة دكتور أكيد التكلفة باهظة لعلاج ومتابعة هذه الأمراض كيف تجدون تكلفة هذه الأمراض؟ والله بلا شك أمراض الدم الراثية على سبيل المثال يعني المرض الإنما المنجلية وأزمات الألام تشكل هاجس كبير في مستشفيات المرقعية كلها بما فيها المستشفى السلطاني حقيقة استهلاك يعني النسبة كبيرة تصل إلى 70% من موارد الطوارئ نتيجة هذه الأزمات يعني كم يكلف حالة مريض مثلا الثلاثيمة مثلا؟ لو تم متابعة هذا المريض مريض واحد فقط كم يتم تكلفته؟ حقيقة لا يحضرني الرقم ولكن طبعا هي بالألاف القضية مش فقط تكلفة علاجية القضية يعني طفل يتألم طفل شهريا ينام في المستشفى طبعا مع أهله ومع أقارب نقل الدم ومخاطرة ومعنى نفسية بلا شك نقل الدم ومخاطرة تركم الحديد في الأعضاء وبالتالي بحاجة لأنك تتعامل معه على أنك تزيل هذا الحديد عملية معقدة عملية معقدة لكن طبعا التكاليف التي تنفق بلا شك كثير هذه التكاليف لو أنفقت على مجالات صحية أخرى ربما تحتاج ربما تكون أكثر فعالية دكتور ربما نعود قليلا إلى موضوع الفحوصات هل فعلا رصدتم حالات تريد الفحص وبالتالي أثناء الزواج تم تطبيق يعني لو قرر الفحص أن لا يصلح زواج هذين الاثنين هل فعلا هناك استجابة في السلطنة نعم طبعا أنا أتحدث عن تقربة الشخصية يعني زملاء أكيد عندهم تقارب كثير لأن هذا الفحص موجود في جميع مستشفات المرقعية يعني عندي حالة يعني أكثر عن ممكن ثلاث مرات يعني هي حاملة لطفرة وراثية مسببة لحد هذه الأمراض وفي كل مرة يعني يتم يعني قبل الخطبة طبعا حريصين على إقرار الفحص يكون الشخص الأخر حامل لنفس الطفرة وبالتالي بكل شجاعة وبكل ثقة وبكل قناعة لا يقدموا على الزواج يقرر عدم الاقترام يعني يتخيل ثلاث مرات وعندي حالة ثانية لا يعني في حالة ثانية يعني وقدوا أنهم حاملين وأصروا أن يقدموا على الزواج ومع الأسف يعني يعني مع الأسف يعني أنجبوا أطفال مصابين هي مسألة ثقافة وقناعة وبالتالي أعتقد أخي الكريم الموضوع يقع على منظومة التوعية والتثقيف اللي نقوم به أعتقد بحاجة إلى جرعات أكثر من هذا المجال طبعا دكتور أبسلم تتحدثون عن اتباع وزارة الصحة للسياسات تدخلية مبنية على إحصائيات دقيقة نودع أتعرف على آلية عمل هذه التدخلات أو هذه السياسة وأيضا الخطط المستقبلية بعيدة المدى للتقليل من نسبة الإصابة بهذه الأمراض نعم أنا أتكلم عن أمراض راثية حقيقة مزارة الصحة العمانية وعلى أسهم على الدكتور الوزير الموقر حقيقة قائمة بهذا المجال لأن إذا عندك مورود مالي أو إمكانية مادية الاستخدام الأمثل والرشيد لهذه الإمكانيات المادية للتحقيق نتائج مستدامة ومستمرة يعني بالإمكان أنك تنفق أموال كثيرة لتحقيق هدف ربما وقتي وما رح يستمر وبالتالي يعني ما رح يكون ذا منفعة عندنا قسم الإحصائيات عند النية لإقامة برنامج معين أو حتى يعني تفعيل هذا البرنامج يجب أن يكون هناك في أرقام استدعت أن يقام هذا البرنامج مثل البرنامج الوطني لحد من أمراض دم مراثية فهو مبني على نتائج سابقة استدعت أن يكون في برنامج مثل هذا الشيء ينمي الوقاية وكذلك يطور أطر العلاج وزارة الصحة العمانية حقيقة قائمة بهذا المجال تقييم الاحتياجات بناء على الإحصائيات الاستخدام الأمثل للإمكانيات من أجل استمرارية واستدامة للنتائج المرضية طبعا المشوار ما زال أمامنا كبير في مجال الصحة الوراثية حقيقة نحن محظوظين في المركز بدعم متواصل من معايلي دكتور الوزير برعاية مباشرة منه وكذلك من الإدارة ومدير العام المستشفى السلطاني حقيقة دكتور قاسم السالمي دعم متواصل من أجل تنمية العملية التشخيصية وعملية الوقائية ثم العملية التعلمية دكتور نتحدث عن المركز الوطني للصحة الوراثية ماذا حققه هذا المركز إلى الآن وما هي التحديات الأكثر من غيرها بالنسبة لكم كمركز حقيقة تحديات كبيرة وتحديات لا تنتهي خصوصا مع تطور التقنيات التشخيص الوراثي بتسابق الزمن مفاهيم مثل ما خبرتك أخي الكريم مفاهيم كثيرة تغييرت بعد عملية الكشف عن الجنم البشري طبعا المركز الوطني للصح الوراثية ينقسم إلى ثلاث تقسام رئيسية قسم الأولاني هو العيادات التخصصية تشوهات الخلقية مترازمة داونر شاد وراثي وهكذا متى ما دعت الحاجة لإنشاء هذه العيادات عندنا القسم الآخر هو قسم المختبرات وهو قسم أكبر قسم المختبرات حقيقة يتطور مع الاحتياجات بداية بدأنا بمختبرات الفحص الخلوي الكروموسومي ثم الفحص الجزي الكروموسومي حاليا انتقلنا وإن شاء الله سنفعل عما قريب تحليل الجينوم الثالث التحليل الجينوم الثالث هو اللي يحلل الجينات أو يحدد الجينات المعطوبة بنسبة 85% من حيث الدقة وهذا طبعا نحن في مرحلة التدريب حاليا وإن شاء الله في المستقبل رح نبدأ متى ما كنا جاهزين عملية خدمية في بحوث حقيقة تقرأ طبعا نحن مش مركز بحث لا نحن مركز خدمي لكن أحيانا لتقييم الحاجة الخدمية التي تغطي كل السلطنة يجب يقرأ تقييم ربما يعني يتسغ مع نظام البحوث فعندنا في مجال كذاك أمراض السرطان عندنا في مجال أمراض سرطان القلون سرطان الثدي عندنا كذلك عمل مشترك مع الجانب الطبي في المستشفى السلطاني والمستشفى الجامعي في مجال أمراض الدم الوراثية عندنا كذاك مجال عمل مشترك في بحث حول التليف الكيسي للكلية وبالتالي لتحديد الطفلات الوراثية في عمام من أجل تقديم الخدمة مستقبلا بناء على هذه النتائج القضية ليست يعني القضية نحدد دائما نطبغ نفس المبدأ احتياجاتنا إيش هي؟ احصائياتنا الكبرى وين؟ الاستخدام الأمثل للإمكانيات طبعا كنا تحدثنا عن مشاركة البروفيسور سلام بن سالم الكندي في هذه الحلقة ويبدو أن ظروف البروفيسور سلام لم تسمح بمشاركتي في هذه الحلقة نأخذ اتصال معنا أبو محمد مرحبا بيك يا أبو محمد السلام عليكم مساء الخير مساء نور حياك الله كيف الحال إن شاء الله طيبين الله يبارك فيك تفضل أخوة أبو محمد الله يسلمك بس أسأل الدكتور فيما يختص بالكورموسومات ومسومات إذا كانت معتدلة يعني هناك ما بين الأم والأب والأطفال والإعاقة موجودة بالتالي هناك تقرأ في حوصات للقين أو القينات يعني هل القينات تفحص هنا كلها في عمان أم أنها ترسل للخارج هل في مجالها ترسل للخارج أو كامل تفحص هنا في عمان وبالتالي النتائج تكون يعني موجودة يعني واضح أبو محمد شكرا جزيلا أنا أتمنى أن يكون السؤال واضح وأنتظر الإجابة يعني إذا كانت ترسل للخارج إحنا بنتوجه إلى الدكتور ومن ثم يعني شوفنا الفحص هذا ويرسله إلى الخارج يعني أما إذا كان متوفر معكم هنا فرحين يجيوا ويشوف واضح سؤال لأبو محمد والدكتور يقول واضح السؤال وطبعا سيجيب على تساؤلك لإستفسارك شكرا لمشاركتك يا أبو محمد عندنا أيضا الدكتور أحمد السلام عليكم عليكم أهلا سواء رحمة حياك اللي دكتور أحمد مساء الله خير مساء النور حياك تفضل يعني يعني أبرام يعني برامة يعني شيف ويعني ممتعا كدي يعني حياك تفضل بس أنا بقع من việc tehdaje الأنيمية البنجلية في العالم كل يعني شبهة وكل يعني في العالم مثلا نزبا من سينohًب أو لا بتكتفutos من برد برد ممكن تعيد سؤالك عن الأنيمية المنجلية الأنيمية المنجلية يعني 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 أعلي مزحة يعني فقط أو أم proceeded في العالم يعني في العالم كل يعني طيب واضح سؤالك أرجو أن تكون بطيئا في طرحك للسؤال الثاني السؤال الثاني عذرا شكرا لك دكتور لما استمع للسؤال بشكل جيد دكتور أبو محمد تحدث عن كرومسومات المعتدلة وربما في مصطلح قبل الكرومسومات صلح لي إذا أخطأت فيه يتكلم أيضا عن فحص الجينات هل تفحص في السلطنة أم أن ترسل عينات إلى خارج السلطنة نعم فهمت السؤال أن هذه الحالات دائما معنا على تواصل مع المراجعين في هذا المجال هو يقصد فحص كرومسومات يعني فيه ظاهرة مرضية معينة شخصناها بدأنا فحص كرومسومات الذي يبين تقريبا 15% فقط من الأسباب وبالتالي لم يبين شيء ننتقل إلى مراحل أخرى فهو يسر عن فحص الجينات الدقيق لتحديد المسبب أو الطفل الوراثية حقيقة في الوقت الحالي لا نملك هذه الخدمة طبعا عندنا الأجهزة وفي مراحل تدريب الحين ومراحل تهيئة ومراحل تقييم كذلك وما يسمى بالبليديشن يعني لما نقري على جينات أو طفلات حين عملناها من قبل نتأكد من جاهزية هذه الأجهزة وطبعا راح تقدم في المستقبل وراح يكون عنها إعلان تدرقي يعني ففي الوقت الحالي نستعين أو أحيانا بعض الظواهر المرضية في الماضي راثية يكفي فقط التشخيص الكلينيكي يعني المعرفة الكلينيكية للطبيب لتكرارها وشهرة هذه الحالات وبالتالي ما يمكن تشخيص الكلينيكيين بعد تشخيصها تم التعامل سواء وقائي سواء متابعة سواء تهيئة خدمات أخرى ففحص الجينات نحن عندنا بعض نحن عندنا أمراض الدمراثية نعم نقوم بفحص الجينات أو العضو الطفلات في أمراض الدمراثية عندنا يعني ما يسمى بالأمراض السرطان الثدي الوراثيين نقوم بهذا الشيء نعم في مراحل نحن يعني عاملين فيها عندنا مثلا مرض التكييوس الرئوي نعم نقوم بفحص الجينات فيه فالقضية أن يجب أن يكون عندي عدد يعني كثير مبدئيا على أساس أن أعلنها كخدمة ولكن في اللجهزة الحديثة التي وصلت لنا إن شاء الله ستأخذ فترة طويلة إلى أن تبدأ مسألة إرسال العين الخارجة تخضع طبعا لأطر ونظم وفي لجام متخصصة حقيقة نقام بهذا الشيء نحن مشترف فيها جميل دكتور مسلم دعنا نعود إلى سؤال الدكتور أحمد يتحدث عن الأنيميا المنجلية هل في السلطنة منتشرة بشكل كثير؟ يعني إذا فهمت سؤاله أمن عالميا هذا المرض؟ لا طبعا هذه مشكلة كبيرة على مستوى العالم إذا كانت تحدث عن نسب يعني حقيقة القصة وراء الأنيميا المنجلية إيش هي؟ اللي خلها مشكلة عالمية في فترة من فترات أصيب الجنس البشري بمرض الملاريا وأدى هذا إلى حالات وفيات يكاد يكون بشكل كبير وعام خصوصا في أفريقيا فكان يدخل طفيل الملاريا اللي يعيش أساسا عن خليل الحمر وبالتالي يؤدي إلى التكسر الدم والوفاة في حاجة اسمها ناتشل سيلكشن ميوتيشن أو الطفرة اللي تنقذ حياة الجنس البشري فحصل الطفرة في الخليل الحمر أو في الجن الهموغلوبين اللي كي لا يمكن طفيل الملاريا أن يعيش وبالتالي ينقذ الإنسان هذه الطفرة هي طفرة الأنيميا المنجلية وبالتالي الشخص الحامل للأنيميا المنجلية ما رح يتأثر كثير بموضوع الملاريا وهذه القصة فبعدين أشخاص حاملين للأنيميا المنجلية تزاوجوا وتمت الهجرات المعروفة هذه وانتشر المرض فهو مشكلة عالمية نعم مشكلة عالمية نذكر بالنسبة يعني هالنسبة كثيرة للسلطان؟ نعم نحن في عمان عندنا مثل ما قلت لك ثلاثة واربعة من عشرة إلى خمسة وسبعة من عشرة لكل ألف ولا دحية نسبة مقلقة بالنسبة لكم؟ يعني هي نعم تحتاج إلى انتباه تحتاج إلى العمل وطبعا العمل قائم جميل دكتور هناك أمراض غير أمراض الدم الوراثية تنتقل أو ربما تكتسب بالزواج كأمراض الجهاز العصبي أمراض التمثيل الغذائي أمراض الغدد الصمام وغيرها طبعا ما بد انتشار هذه الأمراض هنا في السلطان؟ محققية نحن أمراض الاستقلاب الوراثي هذه التي تتخص بالأنزيمات وعمل الخلايا تسمى هكذا بهذا المصطلح الاستقلاب الوراثي نعم هي تشكل 21% حققتها من مجمل الأمراض الراثية في السلطان لكن نحن في نسبة وهي 51% أو أكثر من النصف من مجمل الأمراض الراثية في السلطان هي أمراض الخلل الجيني الواحد بمعنى أن يحمل الشخص الطفرة الوراثية وفي نوعين طبعا نسميها طفرة متنحية وسائدة الطفرة المتنحية الشخص يحمل الصفة الوراثية أو العطبة الوراثية لكن لا تظهر عليه الأعراض بس متى يتزوج مع شخص آخر حامل لنفس الطفرة ممكن ينجاب طفل أو بنسبة 25% في بعض الطفرات لخلال الجيني واحدة اللي هي الطفرة الدائمة أو السائدة نسميها السائدة بمعنى أنه فقط تورث من يعني يكفي أن تورث من أحد الأبوين كي تظهر في الطفل الإصابة فنحن نعوين على أساس أن أي طفرة وراثية تقيد لأي بريض في عمان نستخدمه فيما قال تقديم الفحص لأفراد العائلة من أجل منع أو تقليل حتى من انتشار معادرة الإصابة طيب ما هي الجهود المبذولة دكتور للتعامل مع هذه الأمراض أم أن الاهتمام بأمراض الدم الوراثية ربما أخذ نصيب الأسر؟ لا بالعكس 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 يعني إحنا في المركز مهمتنا التعامل مع الصحة الوراثية بشكل عام يعني عيادة التشوهات الخلقية تتعامل مع جميع المتلازمات يعني مش في مقال معين طبعا أمراض الدم الوراثية ما أقضى مقال أكثر يعني عندك عمل البروفيسور سلام في مقالة الجمعية جمعية مرض الدم الوراثية حقا قايمة بميهود كبير في مقالة التوعية والإرشاد بحكم انتشارها الأكثر؟ بلا شك بلا شك لكن أمراض وراثية أخرى يعني إحنا دائما عاملين زي قاعدة البيانات قاعدة البيانات لما يتم تشخيص مثلا المرض وراثي معين لوجود طفرة وراثية معينة تقيد فبالتالي حركة أو عملية التقييد هي من أول الخطوات فما قال التعامل الوقائي مع هذه الأمراض دكتور هناك حقيقة تقول أن الطب لا يستطيع الكشف عن جميع الأمراض طيب لماذا لا يتم دراسة التاريخ المرضي لكل عائلة وإلى أي مدى يمكن أن يساعد ذلك في معرفة المرض واحتمالية انتقاله للأسرة الجديدة؟ صحيح من أسس التعامل في مجال الطب الوراثي هو ما يسمى بشجرة العائلة أو أخذ شجرة العائلة شجرة العائلة أحيانا تعطيني صورة عن نوعية التوارث المرضي هو ساعد، هو متنحي، هو مرتبط بجنس المورث هو قد يكون من نوع ما يسمى بأمراض الميتوكندرية أو مادة الديناي لخارج النواة فرسم شجرة العائلة أحد يعني أهم الخطوات في مجال التعامل مع الطب الوراثي وبالتالي تاريخ العائلة عندنا نحن يشكل عامل يعني عمود فقري فعلاً للتعامل مع الأسرة بشكل عامل طيب لماذا ينحصر الفحص الطبي قبل الزواج على ثلاثة أمراض فقط يعني على سبيل مثلا الثلاثيمية الأنيمية المنجلية نقص الخميرة لماذا لا تدرج الأمراض المعدية كالوباء الكبدي مثلاً وغيره في برنامج الفحص هو حقيقة طبعاً هذه يعني لها يعني متخصصين ثانين يجابون عننا من صانعي القرار بالوزارة لكن في مجالي أنا راح أتكلم عن لماذا التركيز على أمراض الدم الوراثية في مجال الفحص قبل الزواج فقط وذلك لشيوعها وذلك لوجود أشخاص حاملين للطفل الوراثية ولا تظر عليهم العراض وبالتالي نؤدي إلى إنجاب أطفال ثانين مصابين يعني كاهل كثير على الأسرة ثم كاهل على المجتمع ثم على الدولة وبالتالي هذا دور نحن في المركزة وفي الطب الوراثي في هذا المجال أما إضافة أمراض أخرى طبعاً هذا راجع لصانعي القرار بالوزارة جميل دكتور مسلم المركز الوطني للصحة الوراثية قام بمجموعة من البحوث والدراسات فيما يتعلق بالأمراض الوراثية كيف تتم الاستفادة من تلك البحوث للتغلب على التحديات التي تواجهها السلطنة في هذا الجانب؟ نعم نحن مشاركين في بعض البحوث ليس للبحث نفسه وإنما للاستفادة منه في المجال الخدمي لأنه أرجع ويقول أن المركز الوطني الصحة الوراثية أنشئ ليكون مركز خدمي في مجال الصحة الوراثية في السلطنة عندنا مثلاً مشاركة في مجال أمراض السرطان مثلاً أمراض السرطان الثدي أمراض الوراثية طبعاً أمراض السرطان القولون الوراثية عندنا كذلك مجموعة تعمل في مجال أمراض التليف الكيسي للكلية عندنا طالب الدكتوراه في هذا المجال حالياً بالتالي هناك مسح شامل حقيقة لجميع مناطق السلطنة حول هذا المجال للتحديد إيش نوعية الطفرة الموجودة معنا اللي هي تسبب لأن الشيء المميز بالنسبة لأمراض التكييس الكلوي يولد الطفل ولا تظهر على أي مشكلة وتبدأ حدوث التكييس هذا في عمر أكبر في الثلاثينات أو الأربعينات وحيننا نكون عمر مبكر من ذلك عند تحديد الطفل الولاثي للطفل هذا بتحديد العائلة من ممكن تقديم بعض النصائح وتوفير برنامج غذائي علاجي صحي لتأخيرها أو حتى إخفاها في المستقبل دكتور بالعودة إلى المركز هل فعلا المركز كافي لاستقبال هذه الحالات هل الكادر الطبي كافي بما أنه يتحدث عن نسب كثيرة للأمراض الوراثي صحيح حقيقة أنه ينطبق على مركز الوطن الصحي والوراثي ما ينطبق على أي مؤسسة صحية تابعة لوزارة الصحة متى مدعت الاحتياجات بناء على الإحصائيات يتم توفير الإمكانيات المناسبة التي تتوائم في توفير هذه الخدمة بشكل متميز بالتالي في الوقت الحالي نعم العدد يكافي للتعامل مع هذه المعضلات المختلفة ولكن في المستقبل طبعا بناء على الإحصائيات المستقبلية ربما يتم توفير أكثر إن شاء الله طيب دكتور مسألة التبادل الخبرات مع مراكز مماثلة هل بالفعل أنتم تقومون بزيارات لمراكز متخصصة خارج السلطنة للاستفادة والإطلاع على تجاربهم في هذا المجال صحيح هو من أهم أسس العمل اللي يقوم بها مراكز متخصصة في مجال الصحة الوراثية أو الطب الوراثي أو الأبحاث الوراثية هو التعاون الدولي مع مراكز مختلفة هذا جزء جدا أساسي بمعنى أحيانا المعلومة في بحث ثلاثي في مكان معين نتائج ربما تكون مهمة بالنسبة في عمان وبالتالي التعاون معهم قد يكون يقوموا بإقراف حصات لبعض الحالات عندنا كذلك هم ممكن يستفيدوا من وضع اللي يكون معانا لإضافته للبحوث اللي عندهم وبالتالي التعاون هذا قائم بشكل فعال طبعا ليس مثالي وليس كما نريد ولكن نسعى إن شاء الله أن نكون نحسن طيب هناك الكثير من التقارير حقيقة المفرحة بالنسبة لما تقوم به وزارة الصحة في مختلف أجهزتها للتعامل مع كثير من الأمراض للوقاية يعني من الكثير من الأمراض تشير إلى تقدم السلطنة في جوانب كثيرة أين توضع السلطنة في مجال الأمراض الوراثية عالميا هل فعلا تتلقون يعني متابعات أو إشارة دولية في هذا المجال والله إحنا عندنا زيارات اللي يقون من أماكن كثيرة من العالم حقيقة يعني نحمد الله نحمد الله على الدعم المستمر يعني من قبل حكومة صاحب الجلالة من قبل معالي وزير الصحة تجينا يعني وفود والله من أماكن متميزة في العالم حقيقة من المدينة الطبية في تكساس مثلا من الأمريكية من السويد من ناذرلاندا و هولندا يسجلوا إعجابهم بشكل يعني 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 ثقة في نفسنا نحن قادرين بإذن الله على أن نواكب هذه هذه الإمكانيات المتاحة من أجل تقديم خدمة أكثر فحقيقة نرى يعني نرى الإعجاب منهم يسجلوا حتى في محظر الزيارة كذلك تقديم النصائح أو التبادل للمعلومات التعاون يعني يعرض علينا التعاون بشكل علمي سهل وسلس وهذا يندل على شيء فيدل على أن أساسا المنظومة اللي قايم عليها أو اللي قايم عليها المركز الوطني الصحي وراثي اللي هي أساسا نفس المنظومة اللي قايم عليها المستشفى السلطاني اللي بدعم من وزارة الصحة هي منظومة بإذن الله ناجحة و سائرة في الطريق الصحيح إلى أي مدى تستفيد المراكز المماثلة الدولية أو حتى يعني في دول الجوار من المركز الوطني للصحة الوراثية بما أنكم قطعت الشوط وتتعاملون أيضا مع هذه الأمراض ولديكم من الطاقة ما يكفي كما أشار دكتور صحيح يعني الاستفادة تكون أحيانا يكون في بحث يقرأ في مكان ما على نوعية من الأمراض اللي هي الأمراض المتنحية و طبعا الأمراض المتنحية بحاجة إلى أن يكون يعني التقاء فردين يحملنا الصفر المتنحية يحصل في مجتمعاتنا فقط يعني عارف بالتالي ربما يكون خبرتهم في هذا المجال أقل فيتم التواصل معنا على أساس قراءة قاعدة البيانات يعني في هذا المرض طيب هل الأعراض اللي عندنا هي نفس الأعراض اللي عندكم طيب هل ممكن نحن نتوسع أكثر في المجال هل نضم عينات أكثر فيتم التشاور حقيقتا مثلا يكون عنده مجموعة حالات يعني يحاول أن يبحث عن الطفل الوراثي المسبب لها بالذاتة أمراض الخلقين الواحد فيتواصل معنا للاستشارة حولها هل مجموعة العراض فعلا هي متسقة مع نفس العراض الحالات اللي عندكم يعني نوع من الربط من أجل يعني التأكد من مشوار البحث عن الطفل الوراثي في مكان ما هو صحيح دكتور يعني المجتمع العماني والمجتمع العربي بشكل عام مجتمع قبلي مجتمع يعني أسري يحرص على الزواج من الأقارب بالدرجة الأولى ربما إلى أي مدى تسعون لخلق ثقافة جديدة مقنعة لمسألة الفحص قبل الزواج وبالتالي يعني نبني وطن خالي من هذه الأمراض في مفهوم ربما يكون فيه يعني مش واضح أو مواضح موضوع مفهوم زواكي الأقارب وربطه بالأمراض الغراثية حقيقة الأمر ليس كذلك نحن نعلم أن الفرد فينا يشترك في نصف موارثاته مع الأب ونصف موارثاته مع الأم كذلك يشترك في ربع الموارثات مع الجد والجدة يشترك كذلك الفرد فينا في خمسين في المئة من موارثاته مع أخيه وأخته ويشترك في ربع الموارثات مع أمامه وأخواله وثمن المورثات مع أبناء أمام وأخوان وبالتالي المنظومة كلها أن الأقارب يشتركوا في مجموعة من المورثات أحيانا يكون ناتج في بعض زواج الأقارب ناتج إيجابي في بعض الصفات الخلقية المهمة لكن ما ينطبق على زواج الأقارب هو نفس الذي ينطبق على الأمراض المتنحية ولكن زواج الأقارب احتمالية وجود اثنين يحملون نفس الصفة الوراثية المتنحية ربما أكثر عن زواج الأباعد بالتالي عملية الفحص قبل الزواج لا يميز بين الأقارب والأباعد هو برنامج يجب أن يشمل الجميع دكتور أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذا الإثراء في جانب الأمراض الوراثية وعلى إطلاعنا بالعديد من الثقافات والعديد من الأمور المتعلقة بالأمراض الوراثية دكتور مسلم بن سعيد العريمي رئيس الاستشارات الوراثية والتعليم الوراثي بالمركز الوطني للصحة الوراثية شكرا جزيلا لك شكرا أشكركم على حسن استضافة مشاهدينا الكرام بعد كل ما سمعناه في هذه الحلقة نعود لنذكر بأهمية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إذا ما أردنا التخطيط لبناء أسرة سليمة وصحية فكما يقال درهم وقايا خير من قلطار علاج وقال الله وإياكم من كل سوء أشكر ضيفنا في هذه الحلقة مجددا دكتور مسلم بن سعيد العريمي رئيس الاستشارات الوراثية والتعليم بالمركز الوطني للصحة الوراثية كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة يتجدد لقاؤنا معكم في الأسبوع المقبل وتحت الضوء في موضع جديد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر